نستمع إلى هذا البلاغ لسعيد الهواري وهو بلاغ اعتقال احنا الحقيقة استمعنا إلى هذه التفاصيل المهمة لكن هناك ما تم عرضه شيء والواقع شيئا الحالة اللي معنا الحقيقة هي حالة مهمة جدا عنده مرض السرطان في مرحله الأخيرة يعني وضع الصح الحقيقة سيء جدا فهناك مطالبات مستمرة لكن خلينا نستمع الأول عبر الهاتف معنا السلام عليكم فاندم أهلا بك خلينا أفهم من حضرك إيه الحكاية يعني ما هي المطالب الحالية مع هذا المرض في مرحله الأخيرة أهلا بس حقيقة هو المعملينة محمد يعني طالب أبوه برضو نشوف أبوه هو تعبا جدا ومعه وش حد يعني نشوف أبوه والد اسمه توفية طيب هو كان مريضا بهذا المرض قبل اعتقال ولا المرض ده أصاب وهو في محبسه لا هو بقاله سنتين في ثاني سنانين آه تلقى العلاج ولا كان فيه تعنت في التعامل معه في العلاج وغيره من آه لا هديتك آه تبا أول ما عرفنا بوقت كنتين الأول وقفين عنده الورم وقفه كنتين آه وبعد كده عدنا أن آه علجنا الأول كلا وبعد كده الورم كان لغت عليه وبعد كده كتر ده أدنا سنتين وده كتر في المشاشة القط طيب خلينا نستمع إلى إذا تسمحنا طبعا يعني لابنه محمد خلينا نستمع إلى تفاصيل أكثر حول حالة الوالد أهلا بيك محمد آه حضرتك محمد آه نسمع محمد إذا سمحت يا فنان نعم شاشاك نعم شاشاك محمد معايا آه بيك حضرتك بس آشان يعني لا لا براحتك خالص براحتك خالص ما فيش أي مشكلة طبعا آه 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 مع حضرتك آه 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 إذا سمحمد آه آه إذا سمحمد قل لنا دلوقتي أنتو قدمتوا طلب آه لي الفراج الصح عن الوالد ولا لأ آه لا آه 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 طيب يبدو ان احنا بنواجه مشكلة في استقبالنا للاتصال بشكرك جدا محمد وزوجة ايضا اخو المعتقل سعيد الهواري شكرا جزيلا لكم جميعا